اشتركوا في القناة ويظنوا أن الاستماع إلى مثل هذه المجالس في هذه الأيام تضيع للوقت وبعضهم يرى أنه تقديم المفضول على الفاضل يرون أنه تقديم المفضول على الفاضل فهل هذا صحيح؟ هل مثل هذه المجالس لا تصلح في مثل هذه الأيام وفي هذا الشهر الكريم وفي هذه الأوقات؟ نحتاج إلى أن نعرف أولاً فضل مثل هذه المجالس وما فيها أيضاً وما ترتب على من يجلس مثل هذه المجالس من الأجر العظيم عند الله سبحانه وتعالى إذا علمنا ذلك ارتفع الإشكال فأصبح الأمر عند الجميع واضح وبين لأن هناك إشكال بعض الناس يجلس في مثل هذا المجلس ولا يقبل على الشيخ في الدرس لا يقبل عليه بوجهه إنما يعطي الشيخ ظهره وهذا يصدق عليه حديث النبي عليه الصلاة والسلام هذا الرجل أعرض فأعرض الله عنه مجالس الذكر سميت مجالس الذكر لأنه يذكر الله فيها فإذا جلس الشيخ في هذا المجلس فيقبل عليه لأن النبي عليه الصلاة والسلام وكما نذكر في الحديث أن ثلاثة دخلوا مجلس النبي عليه الصلاة والسلام فواحد منهم تقدم وجلس والثاني تأخر والثالث انصرف فقال النبي عليه الصلاة والسلام الذي آوى أو آوى آواه الله والذي استحى استحى الله منه والثالث قال الذي انصرف انصرف الله عنه فمثل هذه المجالس هي مجالس فيها الخير وفيها النفع وفيها الأجر العظيم ولذلك لأننا نجعل هذا المجلس للتذكير بأهمية حضور مثل هذه المجالس وما يترتب عليها الفضل فأولا نبينا عليه الصلاة والسلام ماذا قال اسمعوا يقول لأصحابه ألا أنبئكم ألا أنبئكم بخير أعمالكم إذن هنا تنبيه من النبي عليه الصلاة والسلام على أمر فيه خيرية وهو خير الأعمال أفضل الأعمال التي يعملها المسلم قال ألا أنبئكم بخير أعمالكم انظروا بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إنفاق الذهب والورق وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقه ويضربوا أعناقكم قالوا بلى يا رسول الله ما هذا الأمر الذي يفضل على جميع هذه الأعمال يفضل على الجهاد ويفضل على الصدقة ويفضل أيضا وهو أيضا فيه قرب إلى الله سبحانه وتعالى وأزكى عند الله سبحانه وتعالى ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام قالوا بلى يا رسول الله قال ذكر الله إذن أفضل الأعمال هو ما فيه ذكر لله سبحانه وتعالى ومثل هذه المجالس من أفضل المجالس التي يذكر فيها الله سبحانه وتعالى فنحن نذكر فيها الآيات ونذكر فيها الأحاديث التي تذكرنا بالله سبحانه وتعالى فأي فضل أعظم من ذلك أذكركم بهذا الحديث مرة أخرى حتى يعرف المسلم أهمية مثل هذه المجالس وأهمية الذكر يقول النبي عليه الصلاة والسلام لأصحابه ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إنفاق الذهب والورق وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم قالوا بلى يا رسول الله قال ذكر الله إذن هذا من أفضل الأعمال التي على المسلم أن يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى أيضا جاء في هذا المعنى كما جاء في قوله تعالى أُتلُوا ما أوحي إليك من الكتاب أُتلُوا ما أوحي إليك من الكتاب وأقِم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ثم قال ولا ذكر الله أكبر ولا ذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون إذن الذكر من أفضل الأعمال والعبادات التي يعملها العبد وخاصة في حضور مجالس الذكر أيها الإخوة مجالس الذكر هذه لها مزيعة عظيمة لها مزيعة عظيمة جدا ربما يغفل عنها البعض هذه المجالس هي كرياض الجنة كرياض الجنة يقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا قالوا وما رياض الجنة؟ قال حلق الذكر وهذا الحديث حسنه جمعٌ من أهل العلم وهو حديثٌ صحيح إذن مثل هذه المجالس هي رياضٌ من رياض الجنة يرتع فيها المسلم ويستفيد ويذكر الله سبحانه وتعالى فهي فرصة عظيمة للعبد بأن يستغل الأوقات في مثل هذه المجالس أيضًا هذه المجالس مجالس سكينة ورحمة تتنزل فيها الرحمات يقول نبينا عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم يقول عليه الصلاة والسلام مجتمع قومٌ في بيتٍ من بيوتٍ له كحالنا في بيتٍ من بيوتٍ له يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم قال إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفَّتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده أي فضلٍ أعظم من هذا هذه المجالس إذن تتنزل فيها السكينة ويغشى من يجلس فيها الرحمة من الله سبحانه وتعالى والملائكة تحفُّهم في هذا المجلس وأيضًا يذكرهم الله وهو هذا الفضل العظيم ذكرهم الله في من عنده أنت الآن عندما تعمل في وظيفة أو في عمل أو في مؤسسة ثم يذكرك مديرك أمام الموظفين أليس هذا يشحَذُ الهمَّة عندك وترى نفسك أيضًا في سرورٍ لأن المدير ذكَرك عند الموظفين وأثنى عليك فكيف إذا ربُّ العالمين ذكَرك في من عنده لجلوسك مثل هذه المجالس إذن هذه المجالس فيها السكينة ومعنى السكينة أن من يجلس هذه المجالس أن الله يُبارِك في وقته مثال ذلك جلست هذا المجلس لم يضع وقتك لماذا؟ لأن السكينة إذا نزلت على العبد فإن الله يُبارِك له فيما بقي من وقته مثال ذلك أنت الآن تقول أنه فاتني ساعة ربما قرأت فيها مثلًا ثلاثة أجزاء إذا جلست مثل هذه المجالس بارَك الله في وقتك الذي بعد هذه المجالس أو بعد هذا المجلس فإنك تستطيع ربما أن تختم القرآن في هذه الليلة من بركة الوقت بل ويجعل لك البركة في أعمالٍ كثيرة ولذلك أقول نجد أن العُلماء الكبار أمثال الشيخ بن باز رحمه الله أمثال الشيخ بن عثيمين كانوا يبذلون الأوقات في العلم وفي تعليمه وفي المجالس ولذلك نجد البركة في أعمالهم نجد البركة في أعمالهم تجد الشيخ بن باز يُبارِك له أيضًا في عمله فهو يُداوم في العمل من الصباح باكراً حتى نهاية الدوام ومع ذلك يستقبل الناس ويحضر المؤتمرات ويدرِّس أيضًا في المساجد وأيضًا يلاقي ولاة الأمور ويبحث المسائل العظيمة وأيضًا يتلقى الاتصالات من جميع العُلماء من دول العالم وأيضًا له مساعدات عند وفاته وجدوا أن الشيخ قد عمَّ نفعه وعلمه أنحاء العالم لم يستطع تستطع مؤسسة الشيخ بن باز أن تُغطي ولا رُبع المساعدات التي كان يعملها رحمه الله في حياته لماذا؟ كل ذلك من بركة العلم ومن بركة الوقت الذي يقضيه المسلم في مثل هذه المجالس فاعلم أن هناك قطاع طرق يقطعون الطريق عن الناس عن مثل هذه المجالس فيقول استغل هذا الوقت في قراءة القرآن قراءة القرآن لا شك أنها من أفضل الأعمال لكن مثل هذه المجالس النفع يكون فيها متعدي كيف يكون النفع متعدي وأنت تجلس لوحدك في هذا المجلس هذا النفع يكون متعدي إذا أخذت معلومة إما آية أو حديث ثم بلَّغت هذا العلم وهذا الحديث بلَّغته لزوجتك لولدك لصديقك لأي شخص تلاقيه ثم تنبِّهه وتعلمه ما تعلمته في هذا المجلس فيكتب لك الأجر ولا شك أن مثل هذا العمل هو عمل متعدي وهو أيضا من الصدق الجارية وقال النبي عليه الصلاة والسلام إذا مات ابن آدم إن قط عمله إلا من ثلاث وقال علم ينتفع به فهذا العلم وهذه الآية وهذا الحديث الذي تعلمته في مثل هذه المجالث إذا علمته لأهلك لزوجك لولدك لصديقك فإنه صدقة جارية يجري أجرها بعد وفاتك فلا تفرِّط إذا أخذت أي معلومة أو أي فائدة أو أي آية أو أي حديث ثم بلَّغته فأيضا احتسب الأجر بأن هذا بإذن الله يكون صدقة تجري لك بعد موتك أيضا خرج نبينا عليه الصلاة والسلام إلى مجلس من المجالس ولكن قبل أن أذكر لكم ماذا حصل وفعل النبي عليه الصلاة والسلام روى هذا الحال هذا الحال الذي كان على النبي الذي ظهر به النبي عليه الصلاة والسلام في هذا المجلس ذكره معاوية بن سفيان معاوية بن سفيان رضي الله عنه دخل مسجدا فوجد أناس قد جلتوا في هذا المسجد وفي حلقة من حلق الذكر فجاء لهم وهم في هذه الحلقة فقال لهم ما يجلسكم ما يجلسكم في هذه الحلقة قالوا جلسنا نذكر الله تعالى قالوا جلسنا نذكر الله تعالى يتدارسون الآيات والأحاديث ويعلموا ويناقشوا بعضهم بعضا فقال لهم آه الله ما أجلسكم إلا ذلك يحلفهم بالله هل فعلا أنتم جلستم في هذا المجلس من أجل أن تذكروا الله سبحانه وتعالى قالوا والله ما جلسنا إلا لذلك ما جلسنا إلا لنذكر الله تعالى فقال لهم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج على حلقة من أصحابه أي إن النبي عليه الصلاة والسلام رأى جمعا من أصحابه قد تحلقوا فيما بينهم فجاء لهم عليه الصلاة والسلام وقال لهم ما يجلسكم لماذا جلستم في هذا المجلس قالوا للنبي عليه الصلاة والسلام جلسنا نذكر الله ونحمده على ما هدانا للإسلام ومن علينا به إذن يتذاكرون فيما بينهم ما أنعم الله عليهم من نعمة الإسلام ونعمة الهداية فقال لهم النبي عليه الصلاة والسلام الله ما أجلسكم إلا ذلك قالوا يا رسول الله والله ما أجلسنا إلا ذلك فقال لهم النبي عليه الصلاة والسلام أما إني انظروا أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم أي أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يشكك فيه إنما أراد التأكيد إنما أراد التأكيد قال أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم قال ولكن جبريل أتاني فأخبرني أن الله يباهي بكم الملائكة أي فضل أعظم من ذلك أن يباهي الله سبحانه وتعالى بمثل هذه المجالس وهذا مصلاق حديث النبي عليه الصلاة والسلام يقول ولكن جبريل أتاني فأخبرني أن الله يباهي بكم الملائكة إذن هذا فضل عظيم في مثل هذه المجالس أن يجلس المسلم دقائق وأقل من ساعة ثم يجد أن الله يباهي به الملائكة فأي فضل أعظم من هذا الفضل ولذلك نبينا عليه الصلاة والسلام أراد تأكيد هذا الأمر عند صحابته وأراد أيضا أن يبين لهم هذا الفضل العظيم وما فيه من الأجر العظيم ما بالكم بالصحابة الذين سمعوا هذا الفضل ما رأيكم بحالهم ماذا تتوقعون بعد أن سمعوا هذه البشارة العظيمة بأن الله يباهي بهم الملائكة وخصهم أيضا بهذا الفضل العظيم وكذلك أيضا هذا دلالة على أن كل من يجلس في مجالس الذكر أن الله يباهي بهم الملائكة فلا شك أن هذا من فضائر الله سبحانه وتعالى وكذلك دليل على أن المسلم عليه أن يحرص أن يجلس مثل هذه المجالس لما فيها كما ذكرنا من البركة وأيضا لو لم يأتي بأن الله إلا أن الله يباهي بمن يجلس في هذه المجالس الملائكة أيضا هذه المجالس أيضا فيها مغفرة للذنوب فيها مغفرة للذنوب جاء في الحديث الصحيح وأصله فيه مسلم أيضا يقول النبي عليه الصلاة والسلام إن لله ملائكة سياحين في الأرض ما معنى سياحين أي مهمة هذه الملائكة هي السياحة والمقصود بالسياحة أنها تدور في الأرض ولكن ما هو العمل الذي تعمل هذه الملائكة هذه الملائكة خاصة تبحث عن مجالس الذكر خصصت هذه الملائكة للبحث عن مجالس الذكر يقول النبي عليه الصلاة والسلام إن لله ملائكة سياحين في الأرض يقول أيضا فإذا وجدوا قوما يذكرون الله تنادوا إذا وجدوا قوما يذكرون الله تنادوا هلموا إلى بغيتكم انظروا يتنادى الملائكة فيما بينهم إذا وجدوا مجلسا من مجالس الذكر يقولون هلموا هلموا إلى بغيتكم هذا ما تريدون هذه مجالس الذكر وجدناها فيجيئون فيحضرون مثل هذه المجالس ثم يقول عليه الصلاة والسلام فيحفون بهم إلى السماء الدنيا انظروا تجتمع الملائكة في هذا المكان وفي مثل هذه المجالس حتى تبلغ إلى السماء الدنيا من اجتماعها فيقول الله أي شيء تركتم عبادي يصنعون يسأل الملاكة وهو أعلم سبحانه وتعالى بحالهم فيقول أي شيء تركتم عبادي يصنعون فيقول تركناهم يحمدونك ويمجدونك ويدكرونك فيقول الله سبحانه وتعالى للملائكة هل رأوني فيقولون لا فيقول فكيف لو رأوني فيقول أي يقول الملائكة لو رأوك لكانوا لك أشد تحميدا وتمجيدا فيقول الله فأي شيء يطلبون لماذا اجتمعوا وماذا يطلبون فأي شيء يطلبون فيقولون يطلبون الجنة فيقول وهل رأوها قال فيقولون لا يا رب فيقول فكيف لو رأوها فيقولون لو رأوها كانوا أشد عليها حرصا وأشد لها طلبا قال فيقول من أي شيء يتعوذون فيقولون من النار فيقول وهل رأوها فيقولون لا قال فيقول فكيف لو رأوها فيقولون لو رأوها كانوا أشد منها هربا وأشد منها خوفا قال فيقول اسمعوا فيقول الله إني أشهدكم أني قد غفرت لهم وهذا بمحظر من الملائكة يشهد الله الملائكة بأن الله يغفر لكل من يجلس في مثل هذه المجالس فأي فضل عظيم يحصل عليه المسلم بأن يجلس هذه الدقائق في مجالس ذكر يحصل له هذا الفضل العظيم بأنه يكون ممن غفر الله له بل إن الله أشهد الملائكة بأنه يغفر لمن يجلس هذه المجالس أيضا أيها الإخوة مثل هذه المجالس ومن فضلها بأن الله يبدل سيئات يبدل سيئات من يجلس هذه المجالس حسنات أنت تجلس هذا المجلس ثم تقوم فيبدل الله سيئاتك حسنات فأي فضل في هذا الأجر العظيم ما هو الدليل على أن من يجلس هذه المجالس بأن الله يبدل سيئاته حسنات يقول سهل بن حمبر يقول عن النبي عليه الصلاة والسلام يقول ما جلس قوم مجلسا ما جلس قوم مجلسا يذكرون الله عز وجل فيه فيقومون حتى يقال لهم قوموا قد غفر الله لكم وبدلت سيئاتكم حسنات هذا هو الأجر العظيم الذي يحصل عليه المسلم في مثل هذه المجالس أيضا جاء في حديث آخر عن عبد الله بن مغفر رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام يقول ما جلس قوم يذكرون الله عز وجل إلا ناداهم مناد من السماء قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات إذن هذا الحديث فيه دلالة على أن مثل هذه المجالس يغفر لصاحبها تغفر جميع الذنوب هذا أمر الأمر الثاني أن الله يبدل سيئاتهم حسنات أيضا أيها الإخوة الذاكرون لله في مثل هذه المجالس لهم فضل عظيم أيضا وصفهم الله بأنهم أهل الكرم يوم القيامة الآن لو يقالوا أن فلانا كريم فلان كريم ويذكر في المجالس بأنك أنت يا فلان أنك كريم وتذكر أيضا على ملأ من الناس بأنك عرفت بالكرم أليس هذه مزية لك عندما تذكر بأنك كريم هذا الفضل يذكر لك يوم القيام بحضورك مثل هذه المجالس يقول الله جل وعلا يقول الله كما في الحديث القدسي سيعلم أهل الجمع اليوم أي يوم القيامة سيعلم أهل الجمع اليوم من أهل الكرم إذن هذا فيه تشويق للناس وللعباد يوم القيامة سيعلم أهل الجمع أي الناس إذا اجتمعوا يوم القيامة من أهل الكرم فقيل من أهل الكرم أيضا من أهلُ الكرم يا رسول الله؟ قال أهلُ مجالس الذكر في المساجد، اسمعوا، وخصَّها بالمساجد، إذن أهلُ الكرم يوم القيامة قال عليه الصلاة والسلام أهلُ مجالس الذكر في المساجد، إذن هذه فضاء العظيمة ذكرناها تدُلُّ على فضل مجالس الذكر، وما فيها من الأجور العظيمة، أيضًا ذكر الله سبحانه وتعالى بأن لهم أعلى المطالب وأغلى الفضائل، وهذا يتحقَّق بذكر الله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى جاء في كتابه قال فاذكروني أذكركم، إذن إذا ذكرت الله ذكرك الله سبحانه وتعالى، فهذا فيه أيضًا مزي عظيمة لمن يذكر الله سبحانه وتعالى، وأفضل ذلك في مجالس الذكر، فهنا يُذكر الله سبحانه وتعالى جاء أيضًا في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، في الحديث القدسي، اسمعوا ما يقول الله سبحانه وتعالى لعباده، قال الله تبارك وتعالى، أنا عند ظنِّ عبدي بي، أنا عند ظنِّ عبدي بي، هذا ماذا يدلُّ عليه؟ يدلُّ على إحسان وإخلاص النية، هذا أولًا، أن تكون نيتُك خالصةٍ لله سبحانه وتعالى، قال الله تبارك وتعالى، أنا عند ظنِّ عبدي بي، وأنا معه حيث يذكرني، وأنا معه حيث يذكرني، إن ذكرني في نفسه، ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأٍ، ذكرته في ملأٍ خيرٍ منهم، ثم قال، وَإِن تَقرَّبَ مِنِّي ذِرَاعًا تَقَرَّبْتُ مِنْهُ بَاعًا، ولا شك أن مثل هذه المجالس فيها تقرُّب إلى الله سبحانه وتعالى، إذن، وَإِن تَقَرَّبَ مِنِّي ذِرَاعًا تَقَرَّبْتُ مِنْهُ بَاعًا، وَإِنْ أَتَانِي يَمْشِي أَتَيْتُهُ هَرْوَلَةٌ، كيف أَتَانِي يَمْشِي؟ كيف يأتِي إلى الله؟ يأتِي إلى مجالس الذكر، هذا هو المقصود، أنه يأتي إلى المواطن أو الأماكن التي يذكر فيها الله سبحانه وتعالى في مساجده في بيوته في مجالس الذكر في حلق الذكر إذا أتى فإنه يحصل على هذا الفضل العظيم الذي بيَّنه الله سبحانه وتعالى في مثل هذا الحديث العظيم أيضاً أيها الإخوة وهذا ما يهمنا أيضاً في مثل هذه المجالس ولعل أختم بهذا الحديث وهذا المجلس ونبقي ما تبقى من الوقت للأسئلة إن شاء الله اسمعوا هذا الحديث يقول الراوي يقول بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد إذا حال النبي دائماً في ذكره سواء في رمضان أو في غير الرمضان يجلس ويذكر أصحابه في المسجد يقول بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد يقول فأقبل ثلاثة نفر أقبل ثلاثة نفر فأقبل اثنان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وذهب واحد إذن أقبل اثنان وذهب واحد فأما أحدهما يقول فرأى فرجة فجلس رأى فرجة ومكان في هذا المجلس فجلس فيه وأما الآخر فجلس خلفهم جلس خلفهم فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم أي كان يخطبهم ويحدثهم عليه الصلاة والسلام وهو يرقب هؤلاء الثلاثة اثنان تقدم فجلس واحد في المقدمة والآخر جلس خلف القوم أما الثالث رآه النبي عليه الصلاة والسلام إن صرف فقال لهم النبي عليه الصلاة والسلام بعد إن انتهى من المجلس ألا أخبركم ألا أخبركم عن الثلاثة فقالوا نعم يا رسول الله فقال عليه الصلاة والسلام أما أحدهم فآوى إلى الله فآواه الله إذن في هذا الحديث بيَّن لنا النبي عليه الصلاة والسلام معنى الحديث الذي قبله وإن أتاني يمشي أتيته فرولة أي أتى إلى مجالس الذكر هنا النبي عليه الصلاة والسلام قال عن الأول يقول أما أحدهم فآوا يقول إلى الله فآواه الله وأما الآخر فاستحيى فاستحيى الله منه وأما الآخر فأعرض الله عنه ولذلك أيها الإخوة علينا أن نحرص على مثل هذه المجالس لما فيها من الخير وما فيها من النفع وبيننا لكم أيضاً لو لم يكن أيضاً في هذا الحديث أنه هم القوم لا يشقى به جليسهم يعني إذا جلس القوم في مثل هذه المجالس فإنهم لو جلسوا في مثل هذه المجالس واجتمعوا فإنهم لهم أجر عظيم لذلك نبينا عليه الصلاة والسلام قال هم القوم لا يشقى بهم جليسهم معنى ذلك أنه لو أتى شخص لأنه جاء في الحديث في هذا الحديث في حديث النبي عليه الصلاة والسلام أيضاً وأصله في الصحيحين يقول أيضاً جاء في الحديث عندما ذكرنا الحديث الذي يتعلق بالملائكة التي تُبين لله سبحانه وتعالى عن سبب جلوس الناس هؤلاء في حلق الذكر عندما قال إني أشهدكم أني قد غفرت لهم قال فيقولون أي الملائكة تُخبروا الله تقول غفرت لهم جميعاً غفرت لجميع من جلس في هذا المجلس فقالوا له إن فيهم فلان يقولون إن فيهم فلان الخطاء الملائكة تقول والله أعلم سبحانه وتعالى ولكن قالوا فيهم فلان قد جلس في هذا المجلس الذي غفرت لهم فيهم فلان الخطاء صاحب المعاصي لم يُرِدهم أي لم يأتي لهذا المجلس من أجل الذكر فقالوا إنما جاء لحاجة جاء لشخص يريد شخصاً أو يريد حاجة من أمور الدنيا ماذا قال الله سبحانه وتعالى فيقول هم القوم لا يشقى بهم جليسهم إذن فضل هذا المجلس يتعدى حتى على أناس خطائين أصحاب سيئات وجلسوا في هذا المجلس ليس لهم حاجة في هذا المجلس بل جلسوا فعمت البركة والمغفرة لكل من جلس في هذا المجلس وإن كان حضر ولم يقصد أن يستمع لهذا الذكر ولو أنه خطاء وصاحب معاصي ولكن الرحمة والمغفرة شملت لما فيه شملت كل من يجلس في هذا المجلس وفي هذا الذكر لله سبحانه وتعالى ولا شك أن هذا من أفضل الأعمال وأفضل القروبات أن يتقرب العبد إلى الله سبحانه وتعالى في مثل هذه المجالس ولعلنا نكتفي بهذا القدر وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد ترجمة نانسي قنقر